ساعات قليلة تفصل التركية عن مشهد انتخابي حاسم سعت إليه الموالة والمعارضة على السواء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة هي الأعقد والأهم في تاريخ الجمهورية التركية بحسب كثير من الأتراك إذ تفصل بين نظام برلماني حاكم منذ عشرات السنين وآخر رئاسي أقرته تعديلات دستورية دعا إليها حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردغان في نيسان من العام الماضي 56 مليون ناخب تركي مدعوون لتحديد مستقبل بلادهم عبر التصويت لاختيار رئيس من بين الستة مرشحين أبرزهم الرئيس أردغان ومحرم إنجي مرشح حزب الشعب الجمهوري الذي يعد المنافسة الأقوى بعد أردغان الذي لا يزال يحتفظ بشعبية كبيرة ربما تمكنه من حسم السباق الانتخابي من جولته الأولى لسيما بعد إعلان تحالف حزبه مع حزب الحركة القومية فيما أطلق عليه تحالف الشعب ويتنافس أيضا في هذه الانتخابات ميرال أكشنر رئيسة حزب الجيد المنشق عن الحركة القومية وصلاح الدين ديمرتاش عن حزب الشعوب الديمقراطي وتملق قرامالا أوغلو رئيس حزب السعادة ودوغو برينجيك مرشح حزب الوطن وفي الانتخابات النيابية يشارك تحالف الشعب في مواجهة تحالف الأمة الذي يضم حزب الشعب الجمهوري وحزب الجيد وحزب السعادة بينما تبقى أحزاب الشعوب الديمقراطي وحزب الوطن وحزب الدعوة الحرة خارج التحالفين استطلاعات الرأي توقع بعضها أن يحسم أردغان الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى في ظل ضعف المنافسين النسبي وغياب مؤشرات قوية على تراجع مهم في شعبيته بينما تتوفر فرصة أمام المعارضة لإحراز تقدم في الانتخابات النيابية على حساب حزب العدالة والتنمية الحاكم وإن كان احتمال ذلك غير قوي